موسيقى 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 يخبرنا موسيقى 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 خلينا نشوف كيف تعلمهم ليلى كيف يرسموا العلم All right Our national flag is beautiful I am going to draw our flag First to draw a rectangle Then draw two lines on the rectangle All right إذن first Draw a rectangle This is a rectangle All right خلينا نتبع إذن عشان ما بدنا نترجل الرectangle معناها مستطيل إذن Our national flag is beautiful I am going to draw our flag first To draw a rectangle This is a rectangle مستطيل Then draw two lines ست رين On the rectangle There are now Okay Three equal rectangles إذن One Two Three rectangles ثلاث مستطيلات Now color the rectangle at the top شو رح نلونه Black إذن أول rectangle رح نلونه black Then color the rectangle at the bottom Green اللي تحت Bottom Green Green Okay The rectangle in the middle is white أبيض Next Next Draw A red Triangle At the side مثلث مثلث At the side على الجانب هايون مثلث All right Finally Draw a white star With seven points On the triangle We love our flag إذن آخر شي رح نلون رح نرسم النجمة السباعية النجمة السباعية في نصف هذا المثلث الجميل ومنلاحظ أنه عالمنا جميل جدا ورائع All right نحط الل خشبة إذن هون مراجعة سريعة على كيف بدنا نرسم الفلاق ومراجعة أيضا على كيفية استخدام I am going to هزا إحنا لما بدنا نستخدم I am going to دائما بدي أستخدم مثلا المنطقة اللي بدأ روح لها اللي هي to the market هون اخترنا الماركت بعدين حكينا اي ليش بدأ روح للماركت عشان to buy to buy ما بحكي to bought أو to buying نحكي to يعني اللي بنحط الفعل بدون أي إضافة all right فبنروح للماركت عشان نشتري tomato أوكي خلينا نروح على إيش على بيكر شعنى بيكر معناها الخباز خباز شو بنا نشتري خباز لا خباز بدنا نروح لبوتشر شعنى لحام لحام شو بنا نشتري لحلة ميت أكسلنت بدنا نروح لكلوز شوب معناها أحسن لشراء الملابس نعم يلا خلينا نعملي ليا رهف جملة على الثانية يلا شو بيكر لحصل لحصل بيك بيك مم بيك جملة 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 ولفس الشيء بالنسبة للبوتشر مثلا لحصل 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 ننتقل الآن لصفحة 53 وفي عندي محادثة بين طالبتين شو بتحكي الأولى للتانية ممتاز نحن نتذكر درس مهمة كتير أخدناها قبل اللي هو درس المعدود وغير المعدود هل الإيجز معدودة كاونتبل هل بقدر أعد كم إيج عندي كم بيضة هل بقدر أعد السولت هل بقدر أعد أنا الرايس أجيب حبة رز وأضل أعد واحدة حبة حبتين ثلاث حبات لا إذن البرد الرايس عندي السولت الفلاور حتى حتى الطحين كل هاتم هدولة ما بقدر أعدهم أنا الخبز هلا هنا احنا منعتبرها يعني هنا البرد بتعتبرها زي الفلاور احنا ما بقدر أعدها أنا أوكي ما بقدر أحكي there are some breads لا في عندي there is some bread في عنا شوية bread هون الإيجز ممكن أعدهم عشان هيك حكينا there are some eggs إنه ممكن أعدهم الإيجز ها شايفة there is some salt هون منحكي إذن some salt ما منحكي some bread أو some salts all right طيب نيجي الآن لا ask and answer حنا نشوف شو الإشي المطلوب هون يلا read it is there any salt is there any salt no there isn't ممتاز إذن ما عنا salt أوكي هاي ها salt إذن مش موجودة هاي salt all right إذن هاد pupil A هون مش مبين عنا إنه موجود ولا لأ فإذن هو عم بسأل يعني هل يوجد عنا salt salt معنها ملح هون منلاحظ عند الـ pupil B هايو طبعا ألبونا إياها عشان يعني نعرف نحن إنه هون مش موجود salt فهون بجي بحط X يعني عند الـ student التاني ما عنده salt فبالتالي هايو يعني هدون كل القائمة تمعت الطالب الثاني وهاي قائمة الطالب الأول all right خليني أنا أسألك يا ماجد يا رهض is there any يعني هذا الطالب إذا بدي وإذا بدي يسأل بدي يسأل عن هدول all right is there any خلينا نشوف التاني bread هل يوجد bread أنا مش عارف هو موجود ولا لا خلينا نشوف هون yes there is excellent نفس الشي is there any nuts yes there is yes there is excellent إذن بس هادي العملية جميلة يعني عشان إحنا نعرف كيف نسأل وكيف نجاوب عملية مراجعة بسيطة نيجي الآن للفقرة المطلوبة هون في أنا مجموعة صور يا رهف وفي عندي فقرة جميلة بدنا نقرأها وبدنا نشوف شو بالزبط أي صورة بتحكي عن الفقرة الخاصة فيها كل صورة إلها فقرة خاصة تمام إذا شو المطلوب من السؤال خلنا نقرأ من فوق المطلوب read and match match بدنا نوصل ونقرأ بدنا نقرأ ونوصل عشان نعرف هون في عندي صورة شو هون كرة كرة ورسمين عليها هون شو في عندك غدا غدا عزيمة وليمة طيب هون شو في عندنا صورة شو هذي flowers تبعت الأردن حكيناها اللي هي سوسن سوداء black iris وهذا الحيوان المعروف عندنا بالأردن arabian arabian المها العربي نعم نومبر ون i am excited because dad and i are going to get up early tomorrow we are going to have a good day اذا نحن كتير متحمسين لان انا ومين بابا dad ايوان رح نسحب كير بكرة رح نروح ورح يكون عنا يوم كتير حلو first we are going to look for flowers that our that are growing in the wild يعني ها رح تكون فقرة وان حسنتي اذا عند وان اللي هي number b لاش عرفنا وان لأن هاي هاي واه حكينا عن flowers number two then we are going to see the arabian oryx اه excellent اذا هاي رقم اتنين the arabian oryx is our national animal it is safe at the nature reserve حكي number three next we are going to eat at a restaurant the food looks and smells good the chef buys meat from farmers we can eat meat and rice meat and rice excellent uh-huh the chef has different sauces and he serves them with the meals the food tastes delicious من ذكر درس delicious إنه كتير طعم الأكل لذيذ وشهي ok number four finally we're going to go to azraq some people in azraq paint big eggs they are very beautiful we're going to have a fun day tomorrow إذن هاي الصورة الأخيرة هي صورة البيضة الملونة Öyle والناس بعض الناس في الأزرق يعملون على تنوين البيض ok وهو نوع من أنواع الفن ok نأتي الآن إلى التمرين التالي في عنا تمرين رقم 6 �� رائت reكيف card إذن شو ما طلب مننا بدced نعمل بطاقة زي ها هي بطاقة شافي هاي هاي عبارة عن خبز ولحمة بيكون جواها. شو الاشياء شو المكونات اللي داخل فيها. شو منكتبهم هون. هلأ هاي هي بروجيكت تبعنا. هذا هو المشروع. read and answer what are you going to make. خلينا نحكي نحنا شو حابة تعملي. خلينا نعملي العجة. شو يعني عجة? بالانجلش? ام لت. ام لت. ام لت. ام لت. ام لت. اذا نحنا قررنا نجي نعمل نحنا ام لت. اذا ام لت. هلأ what do you use to make it? شو احنا منستخدم يا رحف عشان نعملها. باب. اذا. in english eggs. مع غير الاشياء. شو في عندك? في عندك كمان فلاور. اللي هو طحين. عندنا بدنا شوية ووتر. ووتر. بدنا شوية صوت. صوت. الملح. وبدنا شوية بابر. بابر. او الفلفل. تمام. اه. how do you make it? طبعا. we bring a bowl. ازا اول شيو يميكس. ده ايجز. شو بنا ساو ميكس? ميكس معناها منخلط. نخلط. نجيب الايجز. نعملهم خريط. مع شو. ايجز. في عندك صوت. and pepper. احيانا ممكن في ناس بحطوا onions. بحطوا عليها بصل. اوكي. فينا نحط ازا هون الانيجز. together. ازا نميكس ازا نميكس. نضيفهم خريطة في قلائت. ازا نحطن كلاتهم في الوعاء. ازا نميكس ثم نخلصت و خلصت إذن هذا بشكل بسيط جدا كيف نحن ممكن نعمل الأملت So again, mix the eggs, onions, salt and pepper in a bowl Then we cook it Then we serve it أكيد with bread, we eat it with bread Let's move now to exercise number 2 مطلوب منا الان listen and complete في عنا جمل الكست ممكن احنا نسمعها من الكست وممكن احنا نسمعها من المس او من الاستاذ خلينا نشوف زي ما حكينا هون في عنا كارد هادي كارد كيف دم يعملوا العريس شو استخدمنا يا رهف ريد اولي شي ميت ميت اللحمة اولي شي ميت اللحمة اولي شي ميت اللحمة بريد باتر هر باري جود يلا اوكي number one خلينا نبلش الان نقرأها first mix the meat the onion tomatoes salt and pepper and herbs together in a big bowl اذا كل الاشياء هاي المكونات رح نمسكها ونعملها mixing يعني بدنا نخلطهم ببعض في الوعاء then put the food from the bowl in the bread اذا بعد ما طبخناهم او بعد ما خلطناهم منحطهم منحط الأكل في البريد في الخبز next put the butter on the bread شو بنرحط the butter butter يعني معناها الزبدة b-u-t-t-e-r butter now number five finally ask your mom to cook the arayis and serve them on a big plate اذا to cook and the last one enjoy them but be careful they are hot اذا اخر اشياء بعد ما نطبخهم طبعا نحطهم اول اشياء بالخبز بعدين منطبخهم بعدين منأكلهم بيكون اكتد hot يعني حميم ask and answer what are you going to make i am going to make bread and meat a rice very good ok بهيك منكون انهينا الوحدة 13 نراكم في الوحدة 14 ان شاء الله thank you for watching have a good day good bye وصل الفيديو لألمس نشتركوا لعاكم بس باي نشترك الفيديو بس اللعك سبسكرا بيشارك باي اشتركوا في القناة